السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن كلية جديدة كلية جميلة من الكليات التكنولوجية الموجودة في مصر الكلية دي هي كلية تكنولوجية الصناعة والطاقة في الجامعات المصرية المختلفة هي موجودة في أكتر من جامعة احنا نتكلم عن البرامج الدراسية المصرفات الدراسية طريقة القبول الدرجات العلمية التي تتخذها من الكلية طريقة التقديم وطبيعة الدراسة في الكلية أول حاجة البرامج الدراسية إحنا نتكلم عن ست برامج موجودة في الكليات دي في الجامعات المختلفة أول برنامج وهو تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات هو برنامج بيتحلك إنك تشتغل في شركات البرمجة أو الاتصالات أو الشبكات تاني تخصص وهو الميكاترونيكس أو تكنولوجيا الميكاترونيكس التخصص ده بيتحلك إنك تشتغل في شركات حفر أبار البيترول وصيانة الأجهزة الطبية وتشغيل خطوط الإنتاج في المصانع المختلفة تالب تخصص معنا هو تخصص الأوتوترينيكس الأوتوترينيكس منتخصص أكتر في صناعة السيارات الحديثة أو الكهربائية بأنواعها المختلفة رابع تخصص معنا وهو الطاقة المتجددة وده بيختص أكتر بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وينشغل في الشركات الموجودة في المجالين دول ودول مجالين نشئين جدا ومشهورين جدا في الفترة الحالية في مصر خامس تخصص معنا وهو تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول التخصص ده يعني شغله موجود أكتر في شركات البترول سادس تخصص والأخير هو تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأطراف التقويمية وده بيبقى مطلوب في شركات تصنيع الأدوات والأطراف الصناعية الطبية الدراجات العلمية اللي بتنحها هذه الكلية هي الدراجات المهنية زي الدبلوم العالي المهني والبكاريوس المهني والماجستير المهني والدكتورال المهنية في تكنولوجيا تخصص بتاعك طبيعة الدراسة في الكلية هي دراسة أربع سنوات ولكن لو انت عاوز بعد سنتين الاولينيين انك تنهي الكلية وتاخد دبلوم مهني وتبدأ تشتغل على طول من غير ما تكمل مفيش مشكلة عاوز تكمل هتاخد البكاريوس وتاخد سنتين زيادة على الدبلوم المهني يعني انت بعد اول سنتين بتاخد دبلوم مهني او عايز تكمل وتاخد البكاريوس كمل براحتك مفيش اي مشكلة طريقة القبول الكلية دي بتقبل طلبة السنوية العامة والديبلومات الفنية كمان ولكن هي موجهة اكتر للتخصصات الفنية فتاخد ثمانين في المية من الدبلومات الفنية وعشرين في المية من طلبة السنوية العامة هي ليه موجهة اكتر للدبلومات الفنية موجهة اكتر للدبلومات الفنية لانها طبيعة الدراسة جواها طبيعة عملية بشكل ستين او سبعين في المية وعشرين او تلاتين في المية هو بس لنظري فالكلية دي بتبقى محتاجة شخص جاي من خلفية فنية اكتر عشان كده بتاخد الدبلوماتيك فنية بنسبة 80% من المقاعد وطبعا عشان تتقبل في الكلية دي لازم بيبقى فيه امتحان كبول الامتحان ده بيبقى عبارة عن امتحان في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والرياضيات المصرفات الدراسية بالنسبة للديبلوم اللي هو أول سنتين بتبقى 10 ل 12 ألف وتاني سنتين بيبقى من 12 لـ 15 ألف جنيه مصري عشان تاخد البكاريوس طريقة التقديم بتبقى موجودة على موقع التنسيق الحكومي بعد النتيجة بتاعتك ما تظهر عادي جدا زي أي كلية تانية وبتقبل كل الطلبة من كل التخصصات سواء الفنية أو العلمية أو الأدبية في السنوية العامة أو في الدبلومات الفنية كمان شكرا لكم أرجو أن أنا أكون أفدتكم وما تنسوش لو أنتم حابين تتعلموا البرمجة من الصفر اللي احتراف هتلاقوا الكورسات البرمجية بتاعتي موجودة تحت في الـ description بالترتيب امشي بالترتيب أنا مرتبها على حسب السهولة